تحتفل وزارة الداخلية في مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية تحت شعار المرأة البحرينية في التنمية الوطنية مسيرة ارتقاء في وطن معطاء كونها عنصرا رئيسيا في عملية التنمية وإيمانا بقدرة المرأة البحرينية وشراكاتها المهمة في رسم مستقبل البحرين الزاهر تحتفل وزارة الداخلية بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام تحت شعار المرأة البحرينية في التنمية الوطنية مسيرة ارتقاء في وطن معطاء والذي يتزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة كصرح وطني معني بمتابعة تقدم المرأة البحرينية بدعم مستمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارنة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وفي هذا الإطار حققت المرأة البحرينية في كافة مجالاتها في وزارة الداخلية نقلة نوعية متميزة وإسهامات عديدة في مجال التنمية جنبا إلى جنب مع أخي الرجل لتنسج لوحة عظيمة من العطاء في مسيرة التنمية أتقدم بخالص التهاني لصاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة السيدة الأولى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ولزميلاتي في وزارة الداخلية ولكل امرأة بحرينية على ما تقدمها من إنجاز وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية طبعا المرأة في وزارة الداخلية هي المكملة للرجل وقد حرصت الإدارة العامة للشرطة النسائية على إبراز دور المرأة في وزارة الداخلية حيث تحتفل كل عام بدور المرأة البحرينية تقديرا لهذا الدور لا يسعني اليوم إلا أن أكون فخورة بأني أحد منتسبات هذه الوزارة وبأني أمرأة بحرينية منجزة تصر الاحتفال هذا العام على فعالية داخلية بسيطة تضم الإدارات التابعة للإدارة العامة للشرطة النسائية إن لدعم معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أثر كبير في تطور المرأة البحرينية حيث آمن لمهاراتها وأتاح لها الفرصة للاشتراك في كافة المجالات ومختلف الميادين كما حرص على تزويدهم بالبرامج العلمية والتدريبية التي تساهم في إبراز موهبتها أصبحت المرأة انصر فعال في المجتمع فالمرأة في وزارة الداخلية لها نصيب كبير من الإنجازات الحافلة التي يفخر بها الوطن كحصولها على أول عضو يميني في المحكمة العسكرية الكبرى وأول خبير جنائي معتمد ضمن دليل الخبراء يعتبر الحضور النسائي في وزارة الداخلية حضور قوي وله أثر فعال تم فتح شواقر للارتقاء بالسلم الوظيفي وتم تعيين عدد من المديرات في مختلف إدارات الوزارة كما تم فتح أفاق للعمل الشرطي لم تكن مسبوقة فعملت المرأة في وزارة الداخلية في مجال هندسة الطيران وحفظ النظام والتوعية خلال جائحة كورونا كما تم استحداث دوريات معور خاصة بالعنصر النسائي وترجم العنصر النسائي في وزارة الداخلية هذه الثقة بالعديد من قصص النجاح والإنشازات والجوائز التي حصلت عليها يأتي هذا الشعار منسجما مع عراقة العنصر النسائي ضمن عمليات البناء الوطني وتطوره التدريجي بمساندة الرؤية الملكية الرحبة لشراكة نساء الوطن في هذا الوطن المعطاء